سلام عليكم. ازايكم? اما تيجي ببص على الاوضاع في منطقة الخليج حاليا انا هتلاقي الدنيا مستقرة تماما. ما فيش اي حاجة بتحصل يعني. حتى لو في حمليات صغيرة عسكرية تربي سواريك على قاعدة امريكية او حتى ان انت بتتكلم هجوم على مركب واحتجازها من قبل ايران او مهاجمة سفينة اسرائيلية. الكلام ده كله كلام صغير ويتلم. بس هي منطقة راحة على فين? راحة على سلم ولا راحة على حرب. الحقيقة ان الخطورة الموضوع ان محدش عنده اجابة في المنطقة كلها. لا الامريكان عندهم اجابة ولا الايرانيين عندهم اجابة ولا الخليج عندهم اجابة. محدش عنده اجابة. طب تعال اقيم معي الوضع في منطقة الخليج وانت تعرف اجابة السؤال ده ايه? قصة خلقها تبتدي ان تلعى جانرال كانث مكانزي وعلى فاكرة الكلام ده من عدة ساعات. كانث مكانزي ده معروف عندنا هنا في مصر. قائد الكيادة مركزية الامريكية. تلعى في حوار ما اجلت التايمز بريطانية بيقول لها ايه? بيقول على فكرة بقى. الرئيس بتاعنا قال ايران ما تمتلكش سلاح نووي. وصحيح ان في مفاوضات يتصدرها او يتزعمها الدبلوماسيين. بس خلي بالك. احنا عندنا خطط عسكرية بديلة وفيها عدة خيارات. قال الجانرال كينيث مكانزي قائد القيادة المركزية الامريكية ان قوته مستعدة لخيار عسكري محتمل في حال فشلت المحادثات النووية مع ايران. واضف مكانزي ان القيادة العسكرية لديها مجموعة متنوعة من الخطط يمكن تنفيذها اذا صدرت توجيهات بذلك. الجنرال الامريكي قال ان ايران قريبة من الحصول على القنبلة النووية. مضيفا ان تحويل برنامج ايران النووي الى عسكري قد يستغرق عاما او اكثر قليلا. الكلام ده جريت التايمز البريطانية وكل الصحف تقريبا اللي نقلت عن جريت التايمز بتقولك ده تهديد مباشر من امريكا لايران بالقيام بعملية عسكرية. وده ممكن يكون اول رسالة مباشرة للجنب الايراني. بس برضو لو جيتها قلتها شوية ما هو الامريكان طول عمرهم او من ساعة ما جيت جو بايدن هم عمالين يهددهم. مفيش اي خطوات تم اتخاذها. ليه بقولك كده? لان اللي حصل مبارح دفضيحة. فضيحة بكل المقاييس. على فاكرة انا اجيب لك مقالة نازلة بالزبط من اربع ساعات. حاجة دي تماما. ايه اللي حصل? اللي حصل ان مدير هيئة الطاقة النووية اسمه رفاقال جراس. خلاص? رفاقال دوليين تاني لمواقع النووية. خاصة ان رفاقال جراس عاوز اتفاق بخصوص عاودة المفاتيشين لموقع في كاراج. موقع كاراج ده هو موقع نووي ايراني تم استهدافه من كبه لمخابرات الاسرائيلية. مش دي مشكلة. مشكلة في مقالة ان نزلتها من عدة ايام وانا جبتها لك. بخصوص ان ايران شالت كل الكاميرات من موقع ده. وشالت كل الكاميرات في المصنع اللي بيصنع اجهزة طارد مركزي حديثة جدا. فمنعت المفاتيشين وشالت الكاميرات وشالت كل حاجة. فهيئة الطاقة الزرية ومفاتيشين الطاقة الزرية مش شايفين حاجة. المدير العام للطاقة الزرية اللي هو رفاقال جراس ده. راح ايران عشان يقعب مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان. هو اسمه كده حسين امير عبداللهيان والاتنين قعدوا مع بعض. رحية ان رفاقال جراس بعد ما طلع من مؤتمر الصحفيه على حسب والستريت جونال كان غضب جدا. متضايق. حزين ومحبط. شوف الوصفة ماشي ازاي. الرجل طلع الصحفيين قالوا له ايه اللي حصل. قال لهم لا احنا ما توصلناش الاتفاق بالرغم ان انا عملت مجهود كبير جدا. بس ما توصلناش الاتفاق بعودة المفاتيشين لموقع كراج ده. والمصنع بتاعه اللي بيصنع اجهزة طارد مركزي. فانا حمشي وما فيش اي اتفاق تم التوصل علينا استعادة قدرات المراقبة والتحقق والكاميرات التي نحن بحاجة اليها ومن المهم ان نفعل ذلك لكننا عاجزون. كما لدينا عدد من المسائل العالقة فيما يخص اجراءات الحماية. واكد اننا لم نتوصل لاتفاق مع ايران. واستطيع القول اننا اقتربنا من نقطة لا نضمن معها استمرار معرفة ما يحدث في ايران. بحية بعدها بعد ما ماشي رفاقال جراس طلع وزير الخارجية الايراني قال ايه? قال على فكرة اللقاء مع المدير العام للطاقة النوية كان لقاء مثمر وبناء وقوي. بس احنا محتاجين اتفاقية جديدة لو عاوزين تعاون. اسمع بقى الكلام على ايه? دي تغريدة بتاعت وزير الخارجية الايراني. قالك احنا عاوزين اتفاق جديد. هو رفض مفاتيشين طاقة زرية يخش. طب ايه اللي حصل في الاجتماع? اللي حصل في الاجتماع كان قادي لان وستري جونال كان بلك بالنص. قدلك رفاقيل جراس. وده على فكرة يعني ده موقع قوي جدا. وموثوق فيه الاقصى درجة. رفاقيل جراس طلب من حيسين امير الاهيان ده وزير الخارجية الايراني قال له احنا عاوزين المفاتيشين بتوعنا يروحوا تاني لمصنع كراج. المصنع مش الموقع نفسه. ابتدوا بالمصنع وبعدين حيفتحوا في الموقع. حسين امير قال له لأ مفيش حاجة زي كده. قال له ليه? قال له والله لو عاوز حاجة زي كده كان فيه تقريرين طالعين من هيقة دولية للطاقة الزرية. بخصوص ان الهيقة والمفاتيشين بتوعها اكتشفوا مواد نووية ما كانتش ايران ما بلغة عنها. دول تقريرين كتبتهم للهيقة الطاقة الزرية. فقال له التقريرين دول بقى توقعوهم او تلهوهم ندخلكم تاني منشأة. ونعرفكم كل حاجة. انها بالعكس هنركب كاميرات جوا مصنع وتشوفوا اجهزة التارد المركزي وتشوفوا كل حاجة. فقال له يعني فيش حاجة زي كده. قاله ده شرط الوحيد. هتقبل ان انت تقطع التقارير دي حسمح للمفاتيشين بتوع الطاقة الزرية خشو. مش هتقبل مفيش. الحقيقة رفايل جراس رفض. قاله لأ مفيش حاجة اسمها كده. ورافايل جراس حذره وقال له خلي بالك. الاتفاق النووي اللي انتو راحين تتفقوا عليه في فيينا. اساسه مبني على ان مفاتيشين الطاقة الزرية يبقى ليهم الحق في التفتيش والرقابة على منشآت النووية الايرانية. فانتو راحين تعملوا ايه? ايران راح تقعد مع امريكا والدول السابعة. خلاص منهم بقى روسيا وكل حاجة. عشان يتفقوا على عودة الاتفاق النووي. الاتفاق ده على حسب الامريكان نفسهم. مبني على قدرة هيئة الطاقة الزرية لدخول منشآت وتفتشها. طب بدون دخول منشآت وتفتشها وعدم موجود القدرة دي. مفيش اتفاق نووي. فالايرانيين بيها الرجل. تحريج رسمي يعني. وول ستريت جورنل المصدومة. وعلى فكرة اللي نقل لوول ستريت جورنل. دبلوماسي الزاهر كان حاضر الاعداء دي. يعني دبلوماسي هو اللي صرح. وهم قيلين كده. ده اللي هو كاتب المقالة بيقولك دبلوماسي هو اللي صرح لي. فالظاهر هو حضر وشاف كل حاجة. فالراجل ميشي. والايرانيين وادعوه ومشوه. طب اربط بين تصريحات كينث مكنزي. واربط بين فشل زيارة مدير عام هيئة الطاقة الزرية والمفاوضات النوية. الراجل ده لما يمشي بدون الحصول على اتفاق لعودة المفاتشين هيئة الطاقة الزرية لتفتيش المنشآت النوية الايرانية والتركيب كاميرات والكلام ده كله ده تدور خطير جدا. خاصة ان ايران من يوليو الماضي من يوليو. مفيش حد دخل لمصنع كراج ولا الموقع النووي في كراج ده. من يوليو. لان ايران قالت لك ده اسرائيل عملت عملية استخباراتية وفجرت حاجات جوه الموقع ده. مفيش بقى كاميرات مفيش مفاتشين مفيش حاجة. فمن يوليو هيئة الطاقة الزرية مع مية. المصيبة في ايه? هلي بقى لك ان المفاعل النووي ده منشآة واحدة. يا اما مدنية يا اما عسكرية. عشان تعرف قدرتها هي مدنية ولا عسكرية لازم تخش جوه المفاعل ده. انما انت من بره كان تعرف. هو الاساس واحد. هو المبنى شكل واحد. انت شفت المصيبة جاية من ايدي? يعني ما تقدرش الامار الصناعية تحدد المبنى ده او المفاعل ده مفاعل نوع عسكري او مدني غير لما مفاتشين بيخش ويفاتشهم. فانت مدداش تعرف. وكل اللي بيطلع بيطلع من ايران. يقول لك على فكرة احنا عندنا مخزون من اليورانيوم المخصص بنسبة 60 فمية. وكمان ده حيطلع لحد 90 فمية. تحريك. يعني ايران بتستفز العالم. هل ايران هل ايران بتعمل كده عشان لما تتفاول تتفاول بموقع كوة? ولا ايران عاوزة توصل لامريكا في الوقت اللي صرح فيه اه قائد الكيادة المركزية. وهدد ايران بعملية عسكرية. انها مش خايفة. ولا ايران فعلا مش خايفة ومش فارق معاها حاجة. السؤال ده السؤال مهم. وهل الامريكا هتضرب ايران ولا مش تضرب ايران? مماردو السؤال ده برضو لازم اجابة. انت عارف جو بايدن? هم? جو بايدن. اللي عمال يودي طيارات والبي تو والبي وان لانسر اه رحت عند قناة السويس ولفت رحت عند اسرائيل والبحرين والسعودية واللفة الكبيرة الحلوة دي. عارف هيعمل ايه? فينها بقى حصري برضو. يعني سبحان الله. كتبقى كده. بتقول لك على فكرة? على فكرة. اسرائيل حذرت امريكا من عدم اللجوء لعمل اتفاق مرحلي او جزئي مع ايران. ثانية واحد. ثانية واحد. معلش. عارف يعني ايه اتفاق مرحلي او جزئي? يعني جو بايدن بيتنازل. بيتراجع. خلي بالك هو جو بايدن لما جيه قال لك انا هعمل الاتفاق النووي ده على الاتفاق القديمة. وهزود عليها بقى برنامج ايراني الصاروخي. وان انا هحد منطقتها وكلام ده كله. دلوقتي جو بايدن بيتكلم على الاتفاق جزئي. واسرائيل وديت له تحذير. وعاوز اقولك ان المقالة اللي طالع في الحصرية دي بتقولك ان اسرائيل قالت الامريكان. احنا قدرنا نتفهم ان انتم عوزين ترجعوا الاتفاق النووي. وغلاص اديناك وتعاهد بعدم التدخل او عدم التصعيد ضد ايران وان احنا منعملش عمليات عسكرية وكلام ده كله. ماشي. انما تروح تعمل اتفاق مبدئي او نووي انت كده بتدي ايران قبلة الحياة. ده انت كده اصلا بتساعد ايران انها تخصى بايرانيوم اكتر واكتر. ما انت قصلا متعرفش اتفاق مرحلي ده يعني ايه? هل مسلا هيرجع الاتفاق النووي تاني القديم بتاع 2015 بدون برنامج ايران الصاروخي او بدون مناقشة دعم حلفاءها في منطقة الخليج. ولا هعمل ايه? يا جماعة المقالة دي خطيرة جدا. جدا. ونازلة برضو من اربع ساعات. بعد الراجل ما مشي. بعد الراجل ما مشي. يعني اوه تفتكر ان كلام جنرال كانت مكانزي ده صحة ولا حاجة. الناس بيلعبوا بينا. ليه بيلعبوا بينا? معايش? اعقلها بس كده. جو بايدن مش عاوز يخوت حرب في ظل اهتمامه الاقصى بروسيا والصي. يعني جو بايدن مش شايف ان التهديل الايراني ده اولوية قصوى عنده. هو شايف ان الاتفاعي النوي هو اللي اولوية قصوى. عندما ايران نفسها مش اولوية قصوى. والله بعت نواية مش نواية اخر همي. انا مش هخش الجيشي وافتح على نفسي جابها كبيرة جدا. وممكن اخسر فيها قوات. في ظل ان انا عندي حرب واحد اعادلي بالمرصاد. اللي هو بوتين. ممكن يحرك قواته في اي لحظة. لو تحركت في الخليج. يعني يحرك قواته بقى يخش يهجم على اوكرانيا. يخش بقى بلا روسيا تفتح حدودها اكتر واكتر تهجم على بولندا. انت بتعرفش. او حتى الصين تهجم على تايوان. وهم فقط منتظرين ان امليكا رجلية تجلس في الطين في ايران. فاللي حصل ده حاجة خطيرة جدا. اللي طالق وعلى فكرة معلش. معلش. المقالة دي هيتم تغطياتها في كل وسائل الاعلام. بص على كلات الانباء وبص على الاخبار. هيقولك نقرا عن الولد ستريت جورنل بتقول كذا كذا كذا. وحل انت عاوسه. شوفت ايه? يا جماعة الكلام ده خطير جدا. ايران شبه كده انها رفضة تعمل الاتفاق. ومشيت الراجل. ده مدير عام هيئة الطاقة الزرية. ده منصب طويل جدا. طردوه. قالوا لكش عندنا حاجة. مجيش عندنا ومفيش اتفاق ولا اي حاجة. جو بايدن خايف. اصده. اكتر وقت بقى تخش وتهبط. خلي بالك. جو بايدن نفسه او الاودارة الامريكية على حسب باردو سريت جورنل. قالوا لك ايه? قالوا لك كل ما الوقت بيعدي فرص العودة الاتفاق النووي بتقل. لان ايران عملت خاصة بيورانيوم بشكل كبير. فحتوصل لمرحلة مش هينفع اصلا نعمل فيها اتفاق نووي. ايران نسفت الاتفاق النووي قبل ما يتفاوضوا عليه من اساسه. قلت لك مفيش مفاتشين. ما تقولناش. امريكا هتعمل اتفاق نووي على اساس ايه? فلنفرد نفكر مع بعض. هتقنع ايران بعودة المفاتشين. حلو. كل ده وهم قاعدين في فيينا. هيقدروا يعملوا كل ده ويصححوا كل ده. فقاعدة واحدة في فيينا? ولا هياخدوا وقت. طيب الوقت في صالح مين? ايران? ايران عاوزة وقت. مش عبطة. خليني اقولك حاجة مهمة جدا. ان ده تحزير للاوضاع في الخليج مش ماشي صح. ولازم تبقى عارف كده كويس. مع وجود ادارة امريكية ووجود كونجرس امريكي بحرب السعودية. وبيوقف لها الصفقات تسليح بتاعها. ده حتى السواريخ الام مية عشرين سي. الكونجرس واحدة اسمها الهام عمر موقفة الصفقة. او عاوزة توقف الصفقة. يعني عاوزة تلم من نواب الكونجرس الديمقراطيين كده عشان يتلموا ويصوتوا ويوقفوا بها الصفقة. ايه ده? ادارة ايه دي? ايه القيادة مركزية هدد. بعدها بوقت الايرانيين يطردوا مدير عام الطاقة الزرية. ده تهريج يعني. ده مش فارق معاهم. يا ده بيلعب يا ده بيلعب او الاتنين بيلعوا مع بعض. واحنا مشاهدين. لازم نبقى مستعدين لحاجة زي كده. لازم الاضرات بتاعتنا تبقى جاهزة لحاجة زي كده. هيا نشوف الدنيا يتمشي ازاي. يا رب اكونش راح تلك المضاء بشكل مبسط. دي اخر التطورات في ملف النووي الايراني. بعد كده في حلقة مهمة. مهمة شوية. لازم تتباها عشان فيها اسرار واخبار كتير. ويا رب انصر العرب. ويا رب انصر مصر. وتحيا مصر. سلام. هليكي متسوسة يا محروصة. اشتركوا في القناة.